ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بيدراس ساقو ميزا حدد تاريخ خمسة من ماي الجاري كموعد لجلسة الاستماع إلى غالي حيث أكدت الصحيفة أن الأمر صدر قبل دخول زعيم البوليساريو إلى التراب الإسباني للإشارة فإن عدد من جمعيات تمثل ضحايا الانتهاكات الحقوقية للبوليساريو كانت قد تقدمت بشكاية خلال سنوات 2008-2016-2018 وتتضمن أدلة تثبت توارط إبراهيم غالي في عمليات تعذيب جرت بمخيمة تيندوف ومن جهة أخرى أفادت وسائل إعلام إسبانيا أن حكومة مادريد تدرس حاليا إمكانية منح الحصانة الدبلوماسية لإبراهيم غالي قصد تجنيبه المساءلة القضائية وهو ما سيكون له وقع مدمر على العلاقة التنائية التي تجمع إسبانيا والمغرب نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب